في بعض المشاهد الغريبة بدأت تحصل متعلقة بالمملكة العربية السعودية تعالوا نشوف كده أورو نيوز اللي بتنقل عن صحيفة إسرائيلية بتتكلم لهذه الأسباب تريد السعودية انتصار إسرائيل على حماس في قطاع غزة حاجة غريبة جدا الحياة تقرير غريب جدا تعالوا نقرأ كده واحدة واحدة مع بعض ونشوف الجماعة دول بيقولوا ايه شوف سيدي في مقال في صحيفة جلوبس المرموقة المختصة في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي بروفيسور إيلي بودا بيحلل تداعيات هجوم 7 أكتوبر على خطط الرياض فبيقول برغم ان موجة المهرجانات والإعلانات والفعليات اللي ميزت حكم وليه العهد محمد بن سلمان بطمضي قدما إلا ان الحرب في غزة وجهت ضربة للاستراتيجية الدبلوماسية والاقتصادية للمملكة إزاي يا عم بودا؟ بيقول لك انه بعض التصريحات اللي بتدين الحرب على قطاع غزة باستثناء الكلام ده المملكة بتحتضن الأعمال كالمعتاد استضاف محمد بن سلمان مبادرة مستقبل الاستثمار وعمل أسبوع الموضة وعمل موسم الرياض على عكس قناة الجزيرة اللي بتتخذ من قطع مقر لها تبنت منافساتها السعودية قناة العربية موقف تعتبره إسرائيل معتدل والدليل على ذلك المقابلة اللي هاجم فيها مضيعة القناة رئيس حماس السابق قلد مشعل بسبب اعتداء الحركة على المدنيين الإسرائيليين بتقول الصحيفة الإسرائيلية انه الكاتب السعودي طارق الحميد محرر سابق لصحيفة الشرق الأوسط كتب من قال هاجم فيه بشكل مباشر زعيم حماس يحيى الصنوار وده عالم غادرة غزة التي حولها إلى جحيم بتقول كمان انه بعيدا عن الساحة الإعلامية الفرق ما بين الرياض والدوحة وأنقرة ان السعوديين بيتجنبوا استضافة كبار مسؤولية حماس وانهم يتورطوا مباشرة في القطاع وبيتكلموا ان النظام السعودي بيريد ان يرى حماس تضعف هذا ان لم يكن يريد القضاء عليها ومن المؤكد ان هذا التنظيم تمكن من اذلال المملكة العظيمة ودفعها إلى تعليق التطبيع مع اسرائيل وان هذا الموقف من حماس لن ينسى بالتأكيد فاحنا هنا الحقيقة عندنا اعلام اسرائيلي ماشي يعلم على الدور العربية واحدة واحدة ادخل يا ابني على مصر هاتلنا السعودية اعمل لنا مش عارف كده اعمل لنا مش عارفة اعمل لنا مش عارفة اعمل لنا مش عارفة شكرا